اهلا بحراتكم الجديد وما زلنا مستمرين مع حضراتكم وبنتكلم عن فكرة الابداع ولما تقول الابداع في العيب منتخب مصر اول حد هيجي بالك ايوا عمر الصلية عمر الصلية اللي نضج على المستوى الفني بشكل كبير جدا لدرجة ان احنا بالفعل ما عندوش بديل مركز 8 في مصر في كل الفرق الموجودة سواء اهل زمالك برامد الفرق المتنافسة هو الافضل على الاطلاق وكروش بيعتمد عليه 18 مباراة من اصل 19 مباراة والمباراة اللي غابها كان عمر الصلية مصاب فبالتالي عمر الصلية عنصر مهم جدا واساسي واحد كبات المنتخب مصر وشفنا دوره في البطولة العربية عمر الصلية خلاص بقى يا جميل المحية انت ممكن تقول عليه الموسيقار تقول عليه رسام لكن انا دايما يعني بقول يا جميل الصلية بدل يا جميل المحية كان طبعا سبب رئيسي في تسجيل منتخب مصر هدف وعمر الصلية هو الاكثر صناعة للاهداف مع منتخب مصر في عهد كيروش عمر الصلية ومسال ابداع عمر الصلية وهو الذي يترجم مقولة ان كرة القدم تلعب بالعقول قبل ما تلعب بالقدمين وده اللي بيعمله الصلية وفكرة انه يتخزن قرار في عقلك الباطن وتبدأ تمارسه بشكل تلقائي فيصفر عن ابداع دي صفات اللاعبين الكبار تيجي تشوف الحديث عن بيرلو وتيجي تشوف الحديث عن اللاعبين كانوا بيجيدوا ضرب خطوط المنافس بالكامل بتمريره واحدة طولية هتيجي تتعلم الكتالوج ده وتشوف مين بيطبقه على خطة الكبار الصلية بيقدم ابداعات لازم نقف عندها لما نشوف الصلية في مباراة السنغال وهو بيضرب خطوط المنافس بزكاء اللعبة بتكنيكو المعهود اللي دايما بيعمله الحركة دي يا جماعة دايما بتشوف فضعات الشيحنا عايزة عد أدواح اتنين تلاتة اربعة ستة سبعة تمن لاعبين تسع لاعبين تقريبا وقفين الصلية بيضرب كل تمركزات وكل خطط المنتخب السنغالي بتمريره واحدة من قرار متخزن في عقل الباطل ومتخزن في قلبي شخصيا بزكاء اللعبة اللي هو محضرها دايما وبيعملها لما نيجي نشوف أيضا صورة مهمة جدا وهي لها أهمية وذكرى جيدة في قلوب الأهلوية وهي رابونة السلية وبنشوف إزاي السلية بيعملها لوحة دافنشي أو بيكاسو أو كل العظماء اللي احنا شفنا رسومتهم وإبداعاتهم السلية أيضا كان بيقدم لوحة وتبلوه لا يقل جمالا عن لوحات بيكاسو وإزاي الطايمينج وإزاي اللعبة وإزاي الثقة الثقة دي توصلك إن السلية كمان بقى بيلعب الكرة دي دايما بلحظات هتحس كده لما تيجي تستدعي ذكرياتك مع السلية هتلاقيها كلها ذكريات أصبحت مرتبطة بمباريات كبيرة وده المهم جدا وده لازم نقف عنده إن فعلا السلية رجل المباريات الكبيرة داخل القارة هو لا يمكن يقارن بأي لعب تمانية في مركزه كمان عندنا لعبة السلية ضد غينيا الاستوائية وأيضا لمحمد صلاح وهو دويته كده موجود في منتخب مصر لعبة غينيا الاستوائية كانت مهمة جدا لأنها كانت من النقاط الهمة لمنتخب مصر كمان وقف عندها الكاف نفسه واختارها في دور المجموعات كلها كأفضل صناعة لهدف ده كان الكاف وقتا على صفحته على تويتر وبيتكلم عن إبداعات السلية السلية لاعب ستعاني الكرة المصرية كثيرا كثيرا وأنا أعني الكلام ده لأنه فعلا الجاب عن أي حد في رقم تمانية بعيد وما فيش حد حاضر وما فيش حد قريب طبعا الاحترام للعابين يقدروا يطلعوا في المستقبل شغل جاي جدا عمار حمدي همد محمود نتمنى يدخل بس انت بتتكلم السلية دولة جماعة راجل في البيج بتاعه فطبيعي ان انت لما اتقرنه هتلاقي فيه جاب هو بالتأكيد فيه جاب لكن مصر ان شاء الله يعني ولادة ولعبي مركز خط الوسط بتحديدا متواجدين في مصر بشكل كافي حسن عبد الربو حسام غالي وقلنا هيحصل معاناة بعد حسام غالي وحصل بالفعل في بعض الاوقات معاناة ولكن عمر السلية يعني جاء وسد هذه الفجوة وبالتأكيد يعني ربنا يعني يدي العمر السلية القوة والصحة ان هو يكمل في الملعب فترة طويلة هيجي بالتأكيد لاعب ان شاء الله نبقى نتكلم عنه بس لما يصل بمراحل النطج اللي تخطاها عمر السلية مرحلة مرحلة فاصبحت على مستوى النطج الشخصي والنطج الفني في الملعب بشكل كبير جدا واصبح لعمر السلية هوية او بصمة في لعيبة كده بيبقى لما تشوف الكرة دي تقول دي طريقة عمر السلية زي بالضبط احمد عبدالقادر في الاهداف اللي بيسجلها طالع بطريقة اسمها طريقة احمد عبدالقادر من وجهة نظر لكن عمر السلية افضل لاعب في مصر بياخد القرار قبل ما الكرة تجيله عمر السلية لعيب عنده يعني رؤية لزوايا الملعب عنده استشعار بيستشعر زميل ومتواجدين فين في ارض الملعب وكل ده بيجهزه وفي كسر من الثانية بيكون واخد القرار الاسست اللي عمله عمر السلية في مباراة السنغال يمكن هو مش شبيه باسست مباراة الزمالك لكن شبيه بهوية عمر السلية في مباراة اخرى كتير جدا منها ونفكركم السست فيتا كلب اللي هو اتعامل لمحمد مجد افشا دي الكرة عمر السلية اللي قطأ الكرة بيجيله محضر هيعمل ايه لكمل الصورة اللي بعدها يعني استعرض الصور ايوة تحت ضقت الكرة عالية ضهروا الملعب حط محمد مجد افشا انفراد فيه مع مدافع مدافع خلاص مجد افشا وحطيته مع مدافع وكان متقلق مجد افشا في هذه البطولة وبتصويبه قوية جدا سجل هدف دي المباراة الاساسية او الرئيسية اللي عادت النادي الآلي للبطولة العشرة لكن دي ما كانتش اول مباراة كان قبلها مباراة المريخ الكرة وهي بتطقطها عمر السلية بيصنع السست على نفس الطريقة لولتر بوليا في مباراة الآلي والمريخ السوداني اللي تلعبت في استاد القاهرة او استاد اعتقد ده الآلي والسلام وفاز النادي الآلي 3-0 وكانت نفس الهوية نفس الطريقة اللي بيعملها عمر السلية عنده رؤية كويسة جدا في الملعب عنده استشعار بزملائه وتوجدهم في الملعب عنده كمان استشعار بتحرقات زملائه وده بتيجي عن طريق الانسجام الاهم عنده تحضير للقرار وسرعة اتخاذ القرار والاتقان في تنفيذ القرار عمر السلية اللي يتقال عليه يا جميل السلية